بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا استقرنا ان احنا بنتكلم يوم الاتنين دايما على حاجة بنتكلم على الاحتياط بتاع المستقبل بنتكلم على الشيء اللي هيضمن لنا ان المستقبل يكون مبشر ويكون منور استقرنا على ان احنا بنتكلم على اغلى ما فينا وهو الانسان استقرنا على ان احنا بنتكلم على بناء الانسان ومشينا شوط طويل في الكلام عن القيم وكيفية غرس القيم في حياتنا لكن كمان واحنا ماشيين بنتكلم عن غرس القيم اضطرنا نتكلم على جيل زد واحنا كمان ماشيين بقى عندنا ظواهر لازم نتكلم عنها ولازم نتكلم عنها باعتبارة تحدي من تحديات القيم لان محدش يفتكر بس ان القيم والاخلاق لما الانسان يعيشها ربنا سبحانه وتعالى ايضع امامه اشياء يحاول من خلالها يثبت ان هو صادق في ان هو صاحب اخلاق ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى تكلم عن رجال صدقوا معاهدوا الله عليه فالرجولة ان انت بقى صادق في تمسكك بالقيم وعشان كده عن اعمل ايه في حاجة دلوقتي بتحصل مع كل اب بتحصل مع كل ام شيء بيتعرض لي كتير مننا جدا في اوقات متكررة ان احنا نشوف كتير مننا بيشتكوا ان دايما اولادهم عايزين الحاجة اللي نفسهم فيها تتجاب وتتحقق فورا ويبقى عندهم تساؤل ازاي اعلم اولادي ان هم ما يصبروا على احتياجاتهم يبقى المسألة اللي عندنا بنتكلم عنها النهاردة ان انا وباربي اولادي على القيم والاخلاق ييجي الاحتياج يروح واقف في النص وابني بيبقى عنده مبرر انه عنده احتياج عايز حاجة وانا ساعتها ممكن ابقى واقف عاجز او مش راضي عن الفلسفة اللي بيعيش بيها يا ابني اللي هي ايه الفلسفة الفلسفة اللي جاية من السرعة اللي بقينا بنعيش بيها في العصر الحالي بتخلينا نعيش اشبه بتكوي كل حاجة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في نهاية الزمان ان الزمان هيتقارب كل حاجة فيها جري فاحنا بنحس ان احنا بنجري وكايننا بنجري وعلى احتياجاتنا وان هدفنا ان احنا نمشي ورا الاحتياج من غير ما نقف ولا نفكر هو الاحتياج ده احتياج حقيقي ولا لا الاب عنده احتياج انه وعايز ابنه يبقى احسن منه وانه يحقق الحاجة اللي كان الاب نفسه فيها ومعرفش والام كذلك عندها خوف وحريصة على ان هي ما تاخدش اسوأ لقب ممكن تحصوا عليه الام انا فشلت في تربيتكم فالتنين مستعجلين عايزين ان الاولاد ينجحوا بسرعة من اول مرة يتعلموا الحاجة ويعملوها وإن اللي حاصل ولازم يكونوا متميزين وممتزين وجزء من انك ابنك يتعلم الصبر في الحياة هو صبرك انت عشان تعلمه فاحنا لازم نعرف تحدياتنا بتيجي منين لازم نعرف ان من اهم التحديات اللي بتواجهنا بتواجه اولادنا وبتواجهنا وخاصة انجيل زد اللي هو جيل الالفية ايه هو الجيل ده بتواجه تحديات ان هو اصبح معتمد اعتماد رئيسي على التكنولوجيا والسوشيال ميديا وهو عنده استخدام ممكن نسميه استخدام غير رشيد للسوشيال ميديا وعشان كده ده ساعدهم انه يكرس فيهم حاجة كده ظاهرة تعالوا نصطلح عليها مع بعض اسمه ايه الاشباع الفوري للإحتياج انا محتاج حاجة لازم انا اريد ان انا اشباع اشباع فوري ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النهم نهي مال لا يشبعان طالب علم وطالب مال اللي الدنيا ممكن تخلي الانسان لا يشبع فهو لو عايز معلومة مثلا بسرعة ابحث عليها على طول من غير ما تتردد ابحث فيها على طول على فين من غير مراعب ما يعيير ان المعلومة دي هتيجي منين اروح رايح على الانترنت واسأل جوجل واي معلومة تجيلي اعتبرها معلومة صحيحة وانا لو عايز اعمل انجاز انا بتكلم دلوقتي على بعض السمات اللي تكرست في اولادنا بسبب هذه الحالة اللي احنا فيها حالة ظاهرة الاشباع الفوري للإحتياج انا عايز اعمل انجاز خلاص اروح على الجيمز والعب بالساعات عشان اعمل ايه عشان احقق انجاز سريع ولو انا زهقان افتح كل شوية السوشيال ميديا اشوف لعل في حاجة جديدة نزلت وعايز فلوس ممكن اعمل فيديوهات عن اي حاجة بتعمل ترند حتى لو كانت ملهاش قيمة عشان ايه اللي حاصل عشان اكسب من اكتر المشكلات اللي بتسبب لنا الاعتياد على الاشباع الفوري هو زيادة الهشاشة النفسية ان الواحد بقى من جوه مش صامد معندوش سمود نفسي